هذا الشيء الموجود أمامكم مليء بالسليمارين هذا الشيء ينظف الكبد من السموم وأيضا يزيل الدهون من الكبد وأيضا يقي من السرطان وهو ممتاز أرجو الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا وتشجيعنا يا إخواني أخواتي من فضلكم شجعونا بجيم ويعني الضغط على زر الإعجاب ليسل الفيديو لأكبر عدد ممكن من الناس لكي نستفيد جميعا هذا الشيء الذي ترونه أمامكم هو سيقان الخرشوف هذا يعني أغلب الناس من بعد ما يستفدوا من الخرشوف يعني نرميه فهو مفيد جدا للكبد ويقي من السرطانات وأيضا يخفض نسبة الكوليسترول وأيضا نسبة السكر في الدم فهو مفيد جدا أتمنى أن تتابعوني إلى آخر الفيديو لأن الحلقة اليوم مفيدة جدا فهذه الأوراق مفيدة لتطهير الكبد وتساعد على التخصيص مفيدة أثناء الحمل وأيضا مفيدة للمعدة وتساعد على الهضم بشكل جيد يستخدم أيضا لخفض الكوليسترول الأشخاص الذين يعانون من الكوليسترول يستعملون أوراق الخرشوف وبعد أسبوع سيروا النتيجة مذهلة أيضا للأشخاص الذين يعانون من النقرس يعني يأكلون بكثرة هذا الخرشوف أو القوق فهو مفيد جدا فوائد الخرشوف لا تعد ولا تحصى سنمر الآن إن شاء الله لكي أعطيكم وصفة فعالة في تنشيط الكبد يعني من بين الأمراض الكثيرة وهي الكبد الدهني والغير الكحولي اليوم سأقدم لكم يعني وصفة من أوراق الخرشوف لأخذ فقط أربع أوراق من أوراق أصدقان الخرشوف يعني فقط أوراق يعني أربع أوراق يعني لا نكتر لأنه يعني إذا زاد الشيء عن حد إنقلب إلى ضده ففقط نكتفي بأربع أوراق من أوراق أو سقان الخرشوف سأقوم بتنظيف هذه الأوراق جيدا بالماء ويعني كما ترون واحد اثنان ثلاث أربع أوراق فقط لا نكتر سأقوم بتنظيفه وأيضا سأقوم بنقع هذه الأوراق بعدها يعني أنا ضعفت هنا الكمية أنتم تضعون أربع أوراق من سقان الخرشوف مع ربع لتر من الماء أنا هنا وضعت يعني ضعفت الكمية وضعتها مع نصف لتر من الماء لأننا كلنا في المنزل يعني نشرب هذا المنقوح وبعد ربع ساعة يعني نتركه حتى يبرد ومن يعني بعد أن يبرد ممكن يعني أن نشرب هذا المنقوح سأعطيكم الطريقة وكيف تشربون هذا المنقوح لأن يعني بعض الأحيان ممكن أن يسبب لكم يعني بعض الأوجاع لهذا يعني أتمنى أن تتابعوني إلى آخر الفيديو بعد يعني أن برد هذا المنقوح لا يشرب على بطن فارغة أنا أقولها أو كارولا لا يشرب على بطن فارغة بالنسبة لكم تشربون فقط نصف كأس في اليوم مدة ثلاث أيام متتالية وبعدها مرتين في الأسبوع أنا دائما أشرب هذا الكأس مرتين في الأسبوع كأس كبير فهو أيضا يساعد على تخصيص الوزن ومفيد جدا للجسم أنا شخصيا يعني رغم أنه مر ويعني نصيحة لا يشرب هذا المنقوح ساخنا لأنه يكون أكثر مرارة بل حتى يبرد بالنسبة لكم كما قلت لكم تشربون نصف كأس وبالنسبة لي أنا أشرب كأس كبير لأنني معتادة على شربي فقط لا يشرب على بطن فارغة بعد وجبة الغداء بساعة ونصف نشرب نصف كأس مدة ثلاث أيام متتالية وكل يوم نعمل يعني مشروب جديد كي يعني نتفادى أي مشكل في صحتنا يعني نحاول نتكلم بالفصعة كي يفهم الجميع أتمنى يا إخواني يا أخواتي لا تنزونا من زر الإعجاب فضلا وليس أمرا أطلقوا إن شاء الله في فيديو جديد مع السلامة أطلقوا إن شاء الله فيديو جديد مع السلامة